قال مسؤول في البشمرقة الكردية أن قواته لن تنسحب من مواقعها مهما كانت ثمن مشيرا إلى وجود مسلحين أجانب ضمن ميليشيات الحشد الشعبي وكانت مصادر كردية قالت أن بغداد أمهلت البشمرقة حتى مساء اليوم للانسحاب من مواقع كاركوك يأتي ذلك بينما اندلعت اشتباكاتهم بين البشمرقة وميليشيات الحشد أسفرت عن سقوط قتلى وجرحة الحشد الشعبي وقوات البشمرقة وجها لوجه في كاركوك اشتباكات مسلحة في بلدة توس خرماتو جنوب كاركوك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحة من الطرفين استمرت المواجهات عدة ساعات وتم خلالها استهداف مقرات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فيما ردت البشمرقة على مصدر النيران حسب مصادر كردية قوات البشمرقة عززت من تواجدها داخل كاركوك ومحيطها وانخرط عدد من المتطوعين الأكراد في البشمرقة استعدادا للقتال ضد ميليشيات الحشد الشعبي وحفظ الأمن داخل كاركوك هذه المواجهات المسلحة هي الأولى من نوعها بين الطرفين عقب الاستفتاء الأخير في كردستان فالتصعيد الجديد جاء عقب وصول قوات كبيرة للحشد الشعبي إلى أطراف كاركوك وانسحاب قوات البشمرقة من بعض النقاط المتقدمة في المحافظة وتسر بغداد على ضرورة انسحاب الأكراد من المحافظة الغنية بالنفط مسؤول كردي رفيح قال إن القوات العراقية أمهلت المقاتلين الأكراد حتى مساء السبت للانسحاب إلى مواقعهم التي سيطروا عليها قبل عام 2014 في كاركوك وتسليم القواعد العسكرية والأمنيات والمؤسسات النفطية إلى الحكومة الاتحادية مطلب يرفضه الأكراد جملة وتفصيل وبالتزامن مع هذه التطورات العسكرية تستمر الجهود لحل الأزمة سياسيا فالرئيس العراقي فؤاد معصوم يقوم بزيارة إلى مدينة سليمانية للقاء المسؤولين في كردستان من أجل التباحث في الأزمة وفي المقابل تتمسك بغداد بإقرار أربيل بوحدة العراق واحترام الدستور وسيادة الحكومة الاتحادية على كل الأراضي العراقية بما فيها إقلم كردستان بينما دعت واشنطن الطرفين إلى التهدئة وقال وزير دفاعها جيمس ماتيس إن بلاده تراقب الوضع عن كثب وتعمل على ضمان عدم التصعيد